مصطفى عمل إنقاذ رائع جداً النهاردة يمكن كرة قد صعبة جداً ينزل وجابها ويمكن أنقذ الآلي من هزيمة مصطفى شوبير بقولك طبعاً نهاردة لقي يعني بس نقطة كويسة أنت النهاردة عملت جيم كويس وشهي الإنقاذ رائع جداً معلش أنا نتواصل دلوقتي مع شريف شعبان مرسلنا فيه بس مشكلة في النقل دلوقتي كيف تنحشيش يعني برغم من التعادل الإيجابي وإحنا معنا شريف طبعاً بتفضل بس يعني الحمد لله أحسن تبقى أخصارة يعني على ملعب أقول لي يا مصطفى يمكن تصدي رائع جداً يمكن خلاص في نهاية المباراة والمغافر والركب الكرة وحطها وركنها تحت نزل تكيبتها باقتدار شديد مركز لحد آخر دقيقة وطبعاً هو ده المطلوب منك في النادي الأهلي أنت تبقى مركز لحد آخر دقيقة كرة زي دي مش ممكن تكلفك زي ما بقولك تلات نقط تكلفك بطولة في نادي زي النادي الأهلي أنت بتلعب في نادي كبير وفي نفس الوقت برضو عايزة أشيد بالمقولين عندهم فرقة كويسة بصراحة فرقة كويسة جداً منافس قوي ما هم بعيد عن الترتيب لكن في الملعب بينهم هم فرقة كويسة وعملوا معنا أداء كويس ما فيش ولا أي حاجة بيقولك خلاص حصل خير الحمد لله طبعاً مدائي جداً من فإن شاء الله ربنا يكلمنا في الجاي مباراة الزمالك ومسابت المقبل الأهلي متعود جمهور النادي الأهلي متعود على هزيمة أي فريق وما بقى لك الزمالك بقى الدرب الخاص الأهلي قادر على الفوز بإذن الله على الزمالك في عقله داري ومسابت آه طبعاً إن شاء الله أنا زي ما بقولك هاي دي شخصية النادي الأهلي أنت حتى لو لقدروا لك وتخسرت النهاردة أنت المطش الطبيعي سواء زمالك أي فرقة تانية إذا ما احترمنا لكل المنافسين أنت النادي الأهلي ما بيهمكش حد مفروض تلعب على المكسب على طول أستفى شبير حارس واعد تماراً مع فريق الأول ما شاء الله بتقدم استوهات رائعة مع نادي الأهلي تموحك بالفترة المقبل طبعاً طموحي أن أنا أدخل مع الفريق الأول أكثر يعني الحمد لله بصفة الساعة على طول معاهم إن شاء الله الفترة اللي جاي يكون لنصيب أن أنا أخش مطشاط وإن شاء الله ليل واحد تموحه ما يبقاش بي يعني كبير إن هو يلعب دائماً ما تخليش فيه لسافة معك حاجة يعني إحلى معلطول زي ما أنت عايز وإن شاء الله ربنا هيكرمك طول ما أنت عايز إن شاء الله شكراً ابن سامة دي كانت لقاتنا مع مهاجم مولين عرب وطبعاً ونجم